السلام عليكم اعزائي في فضاء الرياضيات للمستوى الثاني ابتداء السبحة 78 سنذهب الى التمارين التالية هنا اعطونا اكمل اكمل سنحسب المربعات سنجد عموديا وافقيا ونحسبو ونشوفو اش حال عنا مربع اذا هادي نمشيو هنا نحسبو الاولى هادي واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اذا سنضع سبعة من هنا في واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة في ستة كم تعطينا سبعة في ستة اذا جمعنا كل هذه المربعات وحسبناها فسنجد اثنان واربعون سبعة في ستة اثنان واربعون سنذهب الى حساب هذا المربع كذلك واحد واحد اثنان عفوا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سنضع ستة ومن هنا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة في سبعة كم تعطينا سبعة في ستة اثنان واربعون وستة في سبعة اثنان واربعون هذا هو الخارج الذي وجدناه في هذا الجداء سبعة في ستة تساوي اثنان واربعون ستة في سبعة تساوي اثنان واربعون سنذهب الى السؤال التاني ولون الخانات حسب الكتابة واكمل عملية الضرب وش قالونا قالونا غدلون هنا الخانات حسب عملية الضرب يعني خمسة خمسة سطور من سبع خانات خمسة سطور من سبع خانات اذا سنحسب سبع خانات واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اذا هنا سبعة ومن هنا سنحسب واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة اذا هنا خمس هكذا نضع النقطة هنا كي نلون الخانات سيلتقيان هنا سنلون هذا المستطيل سنلون هذا المستطيل باللون المناسب الذي أردناه هذا المستطيل سألونه إذن ماذا نقول خمسة خمسة في سبعة خمسة في سبعة كم تعطينا إذا حسبنا كامل هذه المربعات فسنجد خمسة وتلاتون خمسة وتلاتون خمسة وتلاتون سنذهب إلى هذه الخانات كذلك تمان أعمدة من ست خانات تمان أعمدة من ست خانات إذن سنلون ست خانات من هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ست خانات ست خانات تمان أعمدة تمان أعمدة كل هذا يعني يقول له عمود واحد اثنان واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية إذن هنا سنلتقي هنا إذن سنلون كل هذا المستطيل سألون كل هذا المستطيل ونقول ستة في تمان أعمدة يعني ستة في تمانية كم تعطينا ستة في تمانية تعطينا تمانية وأربعون تمانية وأربعون سنذهب إلى السؤال الثالث أكمل بكتابة كل عدد أكمل بكتابة كل عدد أعطونا هنا اثنان مع الجداء ستة اثنان مع الجداء ستة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية إلى تسعة إذن اثنان في ستة كم تعطينا اثنان في ستة يعني ستة انت ستة انت مثلا الأشياء في اثنان مجموعات مجموعتان إذن اثنان في ستتين ستة يتكون منها جوج مرات أو اثنان فيها ستة دلمرات كما بغينا نديرولها إذن تساوي اثنان عشر اثنان في ستة تساوي اثنان عشر ثلاث في ستة ثلاث في ستة كم تعطينا ثلاث في ستة تعطينا تمانية عشر تمانية عشر عفوا ما بغاش يكتب لي هنا تمانية عشر إذن ما إلى ماذا نذهب نذهب اربعة في ستة اربعة في ستة تساوي اربعة وعشرون وعدنا خمسة في ستة خمسة في ستة تعطينا تلاتون تلاتون إذن ستة في ستة ستة في ستة تعطينا ستة وتلاتون ستة وتلاتون ستة في سبعة تعطينا اتنان واربعون ستة في تمانية تعطينا تمانية واربعون ستة في تسعة تعطينا اربعة وخمسون اربعة وخمسون هذي نمشي والجداء انت سبعة جداء سبعة اتنان في سبعة تساوي اربعة عشرة تلاتة في سبعة تساوي واحد وعشرون اربعة في سبعة تساوي تمانية وعشرون خمسة في سبعة تساوي خمسة وثلاثون ستة في سبعة لقد كتبوها اتنى سبعة في سبعة تسعة واربعون سبعة تمانية في سبعة تساوي ستة وخمسون وتسعة في سبعة تساوي تلاتة وستون سنذهب الى الصفحة تسعة وسبعين ماذا في السؤال الاول ألون خانات كل شبكة حسب كتابتها الدربية يعني على حساب الكتابة الدربية غدي لونها ان شاء الله هدنا سبعة في خمسة سبعة في خمسة غدي نمشيو مننا ونحسبو سبعة مربعات واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة ومننا خمسة واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة ولو تديروا منا سبعة وديروا منا خمسة كذلك صحيحة اذا غدي لونه كامل هذا المستطيع ستة سبعة في خمسة كم تساوي خمسة وتلاتون الى حسبنا هد المربعات سنجد خمسة وتلاتون اذا سنذهب الى هنا ستة في خمسة ست مربعات واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة ستة في خمسة واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة هنا اذا ستلونون كامل هذا المستطيع هذا كامل يتلون اذا ستة في خمسة تلاتون نمشي هنا غدي اللون هنا سبعة واحد واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ومن هنا واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة ستة اذا سنلون كامل هذا المستطيع ونحسب سبعة في ستة اتنان واربعون سنذهب الى ستة في سبعة من هنا واحد واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة ستة نفعل عكس هذا واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة اذا يلتقياني هنا هذا المربع المستطيل سنلونه ستة في سبعة اتنان واربعون كذلك ولون البطاقة الكتابة التي تمثل مجموعة مجموعة الرسوم في كل خانة اعطونا هاد المجموعة وغدي اللونو الخانة المناسبة غدي نحسبو منا يا ولو اللي نحسبو منا وغدي نشوفو شكون هي اللي غدي نلونو واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة ستة اذا هادو كامل فيهم ستة من هاد الجيهة غدي نشوفو هالجيهة من هي المناسبة منها واحد اتنان تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية اذا تمانية اين هي ها هي اذا سنلون هذه الخانة سنلون هذه هي الخانة المناسبة التي لها علاقة بهذا الرسم سنذهب الى هنا كذلك واحد اتنان تلاتة اربعة كما ترون اربعة موجودة من هذا الجانب سنرى ما هو العدد الموجود في هذا الجانب ليعطينا عدد مجموعه واحد اتنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ما هو العدد هو سبعة هذا اذا سنلون هذا المستطيل هذا هو الذي له علاقة بالرسم اذا نذهب الى السؤال الثالث اكتب كتابة ضربية تمثل خانات كل شبكة اذا باش غادي نعرفو الخانة انتع كل شبكة غادي نحسبو اولا وغادي نعرفو العدد اللي غادي نحطوه في الخانات واحد اتنان ثلاثة اربعة خمسة ستة اذا سنضعو ستة هنا واحد اتنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اذا عدنا هنا ستة وعدنا من هنا سبعة ستة ثم سبعة كم تساوي ستة في سبعة تساوي اتنان واربعون غادي نمشو لهذا العدد كذلك وغادي نشوفو ايش حال غادي نوجدو واحد اتنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اذا وجدنا سبعة في واحد اتنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية اذا ماذا وجدنا سبعة من هنا وتمانية من هنا ونقول سبعة في تمانية سبعة في تمانية ستة وخمسون ستة وخمسون اذا سنذهب الى اتذكر اتذكر كما درسنا في الدروس السابقة كيف تكون المجموعة وكيف نحسبها في املية زائد وفي املية في ومن كم من مرة اذا هنا كم لدينا من دعسوق لدينا ستة دعسوقات وكم من عندنا من مجموعة ثلاث مجموعات اذا سنكتبها على هذا الحال يعني ستة زائد ستة زائد ستة تساوي اثنى عشرة لأن تمانية عشرة عفوا لأن تمانية عشرة هي ثلاث مرات من ستة لأن تمانية عشرة ثلاث مرات من ستة اذا ونذهب الى هنا هذا جداء العدد ستة وهذا جداء العدد سبعة واحد في ستة تساوي ستة اثنان في ستة تساوي اثنى عشرة ثلاث في ستة تساوي تمانية عشرة اربعة في ستة تساوي اربعة وعشرون خمس في ستة تساوي تلاتون ستة في ستة تساوي ستة وتلاتون سبعة في ستة تساوي اثنان وأربعون تمانية في ستة تساوي تمانية وأربعون تسعة في ستة تساوي أربعة وخمسون عشرة في ستة تساوي ستون سنذهب إلى جداء سبعة واحد في سبعة تساوي سبعة واثنان في سبعة تساوي أربعة عشر ثلاثة في سبعة تساوي واحد وعشرون أربعة في سبعة تساوي تمانية وعشرون خمسة في سبعة تساوي خمسة وتلاتون ستة في سبعة تساوي اتنان وأربعون سبعة في سبعة تساوي تسعة وأربعون تمانية في سبعة تساوي ستة وخمسون تسعة في سبعة تساوي تلاتة وستون عشر في سبعة تساوي سبعون إذن وهذا المستقيم المدرج الذي درسناه من قبل إذن عزيزاتي أعزائي شكرا لكم على الانتباه ونتمنى يكون الشرح دياني مبسط يعني كتفهمه بسرعة واللي ما فهمش يقدر يعود الفيديو شكرا لكم ما تنساوش تديرو جام ذاك الأسبوع اللي واقف تحت الفيديو نضغطو عليه باش يعطينا واحد اللون داكن وبالنسبة للتلاميذ الجدد لأول مرة كيشوفوا هاد القناة باش توصلهم تمارين جديدة وحلول جديدة خاصهم يوطاو على واحد الكتبه باللغة الفرنسية تحت الفيديو بالأحمر أراها ملونا بالأحمر سميتها سابوني توطاو عليها وتولي بالأسود أبوني واحد الجارس قدامها تهو تدغطو عليه وغادي يعطيكم واحد الجارس بين قوسين هو اللي تديروه باش توصلكم قعد تمارين وشكرا لكم بالنجاح والتوفيق إن شاء الله في درس مقبل إن شاء الله